غير الانفجار الذي استهدف دورية تابعة للكتيبة الفرنسية في سور من التكتيك الميداني لقوات اليونيفل التي اتخذت تدابير احترازية حول مواقعها واعتمدت الدقة والحذر في تحرك دورياتها خوفا من استدافات أخرى وسط هذه الأجواء لا تزال التحقيقات جارية وفي هذا السياق لفتت مصادر أمنية للأمتيفي إلى أن الخبراء العسكريين والفنيين الذين كشفوا أكثر من مرة على منطقة الانفجار لا سيما مكان وضع العبوة والأضرار التي لحقت بالآلية العسكرية التي كان يستقلها الضباط والجنود الفرنسيون أجمعوا على أن العبوة هي بزينة عشر كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار وهي عبوة موجهة وتم تفجيرها عن بعد وقدرت هذه المراجع أن يكون المفجر قد تمركز في منطقة تبعد حوالي 150 مترا شمال غرب مكان زرع العبوة وهو مكان نموذجي يسمح للمفجر بمعاينة الآلية للقيام بالمهمة الموكلة إليه كما أجمع الخبراء على أن عملية التفجير حصلت قبل وصول الآلية بأمطار قليلة لتصبح بموازات العبوة الموجهة وإلا لكان عصفها دمر الآلية وقتل من فيها ما يعني أن المفجر قد أخطأ في تقدير سرعة الآلية ما كتب لعناصر الدورية البقاء على قيد الحياة ولاحظ الخبراء أن منطقة الاستهداف يسلكها إلى جانب أبناء المنطقة عناصر من القوات الدولية وذلك بغية اختصار الطريق بين الدار كيفا والنقورة وهي الطريق الجانبية غير الطريق الدولية مما يشير إلى أن المعتدين كانوا يخططون بدقة للعملية ترجمة نانسي قنقر